ونجاعته ميدانياً أطلق مخطط التدخل والإنقاذ والسلامة خلال المناورة الافتراضية المتمثلة في حادث مرور بين مركبة التراموي وصيارات سياحية من المهمتها هي تكون أولى المتدخلين من أجل تتويق المكان أولياً في انتظار قدوم جميع المصارح هذا وستزود المحطات بكاميرات للمراقبة ويبقى المواطن الشريك الأساسي في إنجاح مهام أفراد هذه النواة الأمنية